نبدأ الحديث عن الوحدة الثالثة بعنوان الأعمال التجارية فما هي أنواع الأعمال التجارية؟ نجدها تنقسم إلى ثلاثة أنواع وهي الأعمال التجارية الأصلية والأعمال التجارية بالتبعية والأعمال التجارية المختلطة فنبدأ بالنوع الأول وهو الأعمال التجارية الأصلية أو بطبيعة وإذا أردنا الحديث عن الأعمال التجارية الأصلية أو بطبيعتها نجدها تنقسم إلى قسمين رئيسيين الأعمال التجارية المنفردة والأعمال التجارية على سبيل المقاولة فنبدأ بالحديث عن القسم الأول وهو الأعمال التجارية المنفردة للحقيقة عددت المدة 2 من نظام المحكمة التجارية الأعمال التجارية المنفردة وهي 5 أنواع من الأعمال النوع الأول وهو شراء منقول بقصد إعادة بيعه أو تأجيره النوع الثاني وهي الصمصرة النوع الثالث وهي الأوراق التجارية الكنبيالة والشيق والسنز الإزني النوع الرابع وهو أعمال الصرافة والبنوك النوع الخامس وهي الأعمال التجارية البحرية وقبل البدء في الحديث عن كل نوع من هذه الأنواع على حدة نريد أن نعرف من مقصود بالأعمال التجارية المنفردة المقصود بالعمل التجاري المنفرد أي العمل الذي يعتبر تجاريا بصرف النظر عن شخص من قام به سواء كان من قام به تاجر أو قام به شخص مدني عادي والعمل يعتبر تجاريا أيضا سواء قام به شخص مرة واحدة في حياته أو سواء كان يقوم به على سبيل التقرار والإحتراف كل ما يشترط أن يكون العمل التجاري المنفرد أن يكون بقصد تحقيق الربح